ضجة السوشال ميديا اللي تعودنا عليها في الفترات الأخيرة بلونات الاختبار ممكن سميها زي ما تسميها لكن كلام كتير جدا كان على كهربا في عز ما منتخب مصر بيلعب بطولة كاس العرب وفي عز ما عندنا عدد كبير جدا من الارتباطات الأهلي شفنا وتابعنا قرية كاس العالم معات سوبر إفريقيا والكلام لا يدور في وسائل الأهم إلا عن كهربا وأنه كهربا خارج النادي الأهلي وكهربا تلقى عروض وكهربا شخصيا جاب عروض لنادي الأهلي عشان يرحل فيه انتقلات شتوية لكن خلينا أقول لحضراتكم في تصريحات كهربا بشكل مباشر لنا في السادسة راجل حقيقة تكلم على أنه ما عندوش أي رغبة بأي شكل وما أعلنش بأي شكل من الأشكال أنه عايز في النادي الأهلي بالعكس تماما عنده وخصوصا كمان بعد كلام كابتن محمود الخطيب عنه لقطات اللي حضراتكم شايفينها دي طبعا جوال أهلي الدنيا كلها الحقيقة والناس كلها أسرة واحدة يعني انتوا شايفينهم دول مودي الجرحي وعمر الجندي لعبي ونجوم الفريق الأول لكورت السلة في النادي الأهلي كانوا وقفين في لقطات جامعتهم مع الكهربا واللي ماسكينه ده تي شيرت كهربا هو اداهم تي شيرتين من بتوعه ومضى يعني عليهم ليه هتشوفوا حضراتكم اللقطات اللي فيها دي تي شيرتات محمود عبد المنعم كهربا اداها الجرحي والجندي ومضالهم على تي شيرتات بتاعته ويمكن كمان هما كمان اعتقد مودي الجرحي اللي ادا له تي شيرت بتاعه ومضاله عليه دي الحالة ودي الروح اللي موجودة جوه النادي الأهلي هرجع لتصريحات كهربا بس اللي قال فيها انه لم يعرض على الاطلاق على مسؤول النادي الأهلي رغبته في الرحيل في موسم الانتخارات الشتوية وانه كهربا لم يقدم اي عروض صحيح انه في ناس كتير كلمته والكلام على لسانه المعلومات اللي بقولها لحضراتكم دي على لسان محمود كهربا وانه فيه ناس كلمته كتير جدا عشان تحاول انها تحصل على خدماته في انتقالات الشتوية لكن هو رفض وقال انه هدفه الاساسي وتركيزه حاليا مع النادي الأهلي ورغبته الاولى والاخيرة هي اسعاد جماهير النادي الأهلي وخصوصا انه مش مركز غير انه هو يعني يقدم لنادي الأهلي مزيد من الالقاب والبطولات وخصوصا طبعا مباراة السوبر القريبة جدا وخصوصا كمان عنده امل وطموح كبير جدا انه يشارك في كاس عالم لأندية وتكلم وقال لنا كمان انه علاقته بالجهاز الفني يعني على احسن ما يكون سواء مستر المسلماني او سواء كانت تنساعد على الحفيز وانه بيتعامل بشكل كواس جدا جوا النادي الأهلي وكل ما اثير او كل الكلام اللي تقال خلال وسائل اعلام او السوشال ميديا في الفترة الاخيرة انه كهرباء برا النادي الأهلي سواء برغبته او برغبة الجهاز الفني او برغبة ادارة النادي الأهلي كلام عاري من الصحة وما لوش اي اساس سعنا نروح بمناسبة عودة